يرى الأردن قافلة مساعدات جديدة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن هذه القافلة تعد الأكبر حجما منذ بدء الحرب على قطاع غزة وتتكون من 105 شاحنات محملة بالطحين والأرز والمساعدات الغذائية الأخرى ووضح أن الهدف من مضاعفة المساعدات من خلال الجسر البري الإغاثي هو إيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات إلى أهالي قطاع غزة وذلك عبر معبر كرم أبو سالم